أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي لو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الرامع مجالس تفسير سورة إبراهيم وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار ألم تر الرؤية هنا للعلم وليست بصرية قال البخاري قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا أي ألم تعلم كقوله ألم تر كيف وألم تر إلى الذين خرجوا والبوار هو الهلاك والبوار هو الهلاك بار يبور بورا كما قال الله عز وجل قوما بورا أي هالكين وعن ابن عباس ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كفار أهل مكة وإن كان المعنى يعمُّ جميعا على الكفار وهذه هي الآية التي قلنا في بداية التفسير هذه السورة أن من العلماء من استثناها من مكية السورة ورأى أنها نزلت في المدينة وأنها نزلت في قتل المشركين يوم بدر والصحيح كما قررنا في بداية السورة أنها مكية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا النعمة هنا يا أخواني هي إرسال محمدٍ صلى الله عليه وسلم وهي من أعظم النعم على كفار قريش فإن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمةً للعالمين ونعمةً للناس فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ومن ردها وكفرها دخل النار وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلَهِ أي جَعَلُوا لَهُ شُرَكَاء يَعْبُدُونَهُ مَعَهُمْ يَعْبُدُونَهُمْ مَعَهُ وَدَعَوُوا النَّاسَ إِلَى ذَلِك ثم قال الله سبحانه وتعالى مُتوَعِدًا ومُهَدِّدًا لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم قُلْ يَا مُحَمَّدْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ أي مهما قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ في الدُّنْيَا فَافَعَلُوا فمهما يَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ الْمَحْتُومِ المُتَعِيِّنْ جَزَاءَ كُفْرِكُمْ وَتَبْدِيلِكُمْ لِنِعْمَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَعَدَمْ اتِّبَاعِكُمْ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم هي النار كما قال سبحانه وتعالى نُمَتِّعُهم قليلا ثم نضطرُّهم إلى عذابٍ غليظ وقال تعالى متاعٌ في الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهم ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدها قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةِ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةٌ من قبل أن يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه ولا خلال قُلْ يا محمد لِعِبَادِي أي لِعِبَادِ الله ولف عباد يُستعمل للإكرام والعبودية الشريفة وهي عبودية الله تبارك وتعالى بخلاف جمع العبيد الذي يُستخدم للمماليك ولذا قال الله عز وجل تشريفاً لهم هنا قُلْ لِعِبَادِي الذين آمَنُوا يعني صدَّقُوا وآمَنُوا الإيمان الشرعي يُقِيمُوا الصَّلَاة فالصلاة عمادُ الدين ولم يقُل يُصَلُّوا بل قال يُقِيمُوا الصَّلَاة أن يقومون بواجباتها وشروطها خاشعين لله تبارك وتعالى فيها وأن يُنفِقُوا من مالهم الذي رزقهم الله إياه فالمال هو مالُ الله أعطاك الله عز وجل إياه وجعلك تتمتَّع فيه في ملاذ الدنيا لكن أمرك بأداء حقه من زكاةٍ وصدقةٍ وصلة قُرباء وينفِقوا مما رزقناهم سرًّا أي خُفيةً وعلانيةً أي جهرًا أي يُنفِقوا في جميع أحوالهم لا يمنعهم الجهر في مقام الجهر أن يُنفِقوا ولا يمنعهم الإسرار في مقام الإسرار أن يُنفِقوا بل يُنفِقوا لله عز وجل سرًّا وجهرًا مُخلِصين لله سبحانه وتعالى لماذا؟ لماذا يُقيمُ الصلاة وينفِق مما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة وصفة هذا اليوم لا بيعٌ فيه ولا خلال بمعنى أنه لا يُقبل من أحدٍ فدية بأن تُباع نفسه كما قال الله عز وجل في آيةٍ أخرى فاليوم أي يوم القيامة لا يُؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا كما أنه لا خلال فيه كذلك قال ابن جرير أي ليس هناك مُخالَّةُ خليل فيصفح عن من استوجَب العُقوبة عن العِقاب لمُخالَّته والمُرَاد إخبار الله سبحانه وتعالى قال أنه لا ينفع أحدٌ في ذلك اليوم لا بيعٌ ولا فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً ولا ينفعه صداقة ولا ينفعه شفاعة إذن لا ينفع الإنسان إلا ما قدَّم قال الله عز وجل وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعًا وقال سبحانه وتعالى في موضعٍ آخر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل أن يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه ولا خُلَّةٌ ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ثم قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ في هذه الآيات يُعدِّدُ الله سبحانه وتعالى نِعَمَهُ على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفًا محفوظًا والأرض فراشًا وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا للعباد أزواجًا من نباتٍ شتى متعدِّد الثمر متعدِّد الألوان متعدِّد الطعم مختلف الأشكال والألوان والطعوم والروائح والمنافع كما سخَّر لهم الفُلْك بأن جعلها طافيَّةً على البحر وهيَّأ لها ما يُسيِّرُها من الرياح تجري بأمر الله سبحانه وتعالى وسخَّر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليمٍ إلى إقليم لجلب المنافع لهم والتجارات والصيد وغير ذلك من المنافع وكما امتنَّ عليهم بالبحر الماء المالح والذي له خصوصيته امتنَّ عليهم كذلك بالماء العذب قال وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ فالبحر امتنانٌ بالماء المالح والأنهار امتنانٌ بالماء العذب وفي كلٍّ منافع خاصة هذه الأنهار التي يستقِي منها الناس ويسقون منها زرُوعهم ويسقون منها دوابهم هي من نعم الله تبارك وتعالى على العباد الذي امتنَّ بها عليهم ثم قال وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَبَرَ دَائِبَين أي يسيراني لا يفتِران لا ليلاً ولا نهاراً يسيراني بمقدار يسيراني بشيءٍ معلوم لا الشمس ينبغي لها أن تُدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلٌّ في فلكٍ يسبحون يُغشي الليل النهار يطلُبُه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخراتٍ بأمره فالشمس والقمر يتعاقبان على العباد والليل والنهار يتعارضان فتارةً يأخذ هذا من هذا فيطول ثم يأخذ من هذا ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر كما قال الله سبحانه وتعالى في غير آية يُولِج الليل في النهار ويُولِج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري إلى أجلٍ مُسمَّى وأنَّ الله بما تعملون خبير وكما قال في موضعٍ آخر يُكوِّر الليل على النهار ويُكوِّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري إلى لأجلٍ مُسمَّى ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذكر هذه النعم العظيمة الظاهرة التي يشترك فيها كلُّ الناس الشمس والقمر والبحر والنهر هذا يشترك في فوائدها كلُّ الناس ثم قال وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ قال ابن عطية ما سألتموه للجنس من البشر أي أن الإنسان قد أوتي من كل ما شأنه أن يسأل وينتفع به فسؤالات الناس كثيرة ومنافعهم متعددة وقد أعطاهم الله عز وجل إياها لا يُوجَد يا أخواني شيء يتوقَّف حياةُ الإنسان عليه إلا وقد أعطاه الله عز وجل إياه كما قال في عدد وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ أي هيَّأَ لَكُمْ كُلْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم أو قالكم ثم قال وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها هل يُمكِن يا أخواني أن يُعدِّد الإنسان نِعَمَ الله عليه لا يُمكِن لا يُمكِن يا أخواني أن يُحصِي الإنسان النِعَم هل هي في الهواء هل هي في هذا الجسم الذي مع الإنسان وما فيه من أسرار شيء عظيم يا أخواني وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ابن القيم رحمه الله عند قوله وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ تكلم بكلام عجيب جداً أنصح الرجوع إليه في كتابة التبيان في أقسام القرآن وذكر أشياع يعني ظاهرة لنا لكنها خفية يعني تخفى على الإنسان لكن لو تفكر بها وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوها يكفي أن الإنسان أن الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم راجعوا هذا الكتاب وقرأوا كلامه عند هذه الآية تجد عجب وفعلاً وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن العباد يا أخواني عاجزون عن عد نعم الله فضلاً عن القيام بواجباتها مجرد العد لا يمكن فضلاً عن القيام بواجب الشكر كما قال طلق بن حبيب إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وامسوا توابين وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العبد الشكور صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا وقال الشافعي رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة توجب على مؤدي ما مضى من نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره بها وقد قال القائل لو كل جاريحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمينني ثم ختم الآية بقوله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار وقال الله عز وجل في سورة النحل وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ فلماذا ختمت في سورة إبراهيم بقول الله عز وجل إن الإنسان لظلوم كفار وهناك ختمت بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ والجواب أن السياق في سورة إبراهيم في ذكر النعم وتبديلها من لدن العبد حيث جحد هذه النعم وبدَّلَها بقوله تعالى أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا فَنَاسَبَ ذِكْرٍ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ أي ذلك الإنسان الذي بدَّل نعمة الله ونعم الله التي لا تُعدَّ ولا تُحصَى لظلومٌ لنفسه كافرٌ بربِّه أما في سورة النحل فقد ختمت الآية بقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ لأنها جاءت في سياق امتنان النعم على عباد الله سبحانه وتعالى حيث ذكر بضعًا وعشرين نعمة قبل هذه الآية من أمَّهات النعم فناسب أن يختمها بالمغفرة والرحمة والتي لا يُمكن للعبد أن يشكر هذه النعم فبيَّن الله أن يشكرها حق شكرها فختم الآية بقوله إن الله لغفور رحيم كما قال أمسوا توابين وأصبحوا توابين والله غفورٌ لكم إذن الفرق يا أخواني بين آية إبراهيم وآية النحل أن آية إبراهيم خُتمت بقول الله تبارك وتعالى إن الإنسان لظلوم كفَّار لأنها تكلمت عن العبد الذي بدَّل نعم الله فناسب ختم الآية بهذا وفي سورة النحل جاءت في سياق ذكر النعم حيث ذكر بضعًا وعشرين نعمةً قبل هذه الآية فناسب ذكر المغفرة والرحمة في ختامها ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا الآن بدأ الحديث عن إبراهيم في سورة إبراهيم وقد سُمِّيت سورة إبراهيم بهذه التسمية لذكر إبراهيم وقصته عليه السلام في بناء الكعبة في هذه السورة وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا يذكر تعالى في هذا المقام محتجًّا على مشرك العرب الذين عصوا محمدًا صلى الله عليه وسلم وبدَّلوا نعمة الله حيث كفروا به أي إنما وضع هذا البلد وضعه والد محمد إبراهيم أول ما وضع على عبادة الله فكيف تكفرون أيها المشركون وإن إبراهيم الذي كانت عامرةً بسببه يا أهل البيت تبرَّأ ممن عبد غير الله وأنه دعا بالأمن لأهل البيت ودعا أن يتجنَّبوا عبادة الأصناء فكأن الآية تقول يا كفار قريش يا من تدعون جوار البيت يا من تفتخرون في إسقاية الحاج إن هذا البيت الذي تجاورونه قد بناه إبراهيم على التوحيد فالأولى بكم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وعدم تبديل هذه النعمة بالكفران بل بالإيمان وقد استجاب الله عز وجل لخليله إبراهيم حينما قال رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا حيث قال أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ الْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَكَّتَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَلَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا أَدَامَ اللَّهُ عَلَى بَيْتِ اللَّهِ أَمْنَهُ طيب هنا مسألة يا أخواني لماذا قال رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا في سورة إبراهيم بالتعريف البلد وقال في سورة البقرة رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا بدون تعريف ما السبب يا أخواني؟ نعم أحسنت في سورة إبراهيم جاء تعريف البلد بالعُرِّف لأنه بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة أما في سورة البقرة فكان قبل البناء ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاثة عشرة سنة فأما في قصة البقرة لما ذهب إسماعيل وأمه وهو رضيع إلى ما كان في مكة قال رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا فَإِنَّ إِسْحَاقَ عَلَيْسْسَلَامُ لَمْ يَأْتِي بَعْدٍ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامُ قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية يَنْبَغِي لِكُلِّ دَاعٍ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِذُرِّيَّتَهِ اقتداءً بأبينا إبراهيم عليه السلام يَنْبَغِي لِكُلِّ دَاعٍ أَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِذُرِّيَّتَهِ والأصنام هي المنحوطة على خلقة البشر وأما ما كان على غير خلقة البشر فإنها تُسَمَّى أوثان نقل ذلك الطبري عن مجاهد ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه بريءٌ ممن عبدها وردَّ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى فقال رَبِّي إِنَّهُنَّا أي الأصنام أضللنا كثيراً من الناس كما قال الله وإن تُطِع أكثر من في الأرض يُظِلُّك عن سبيل الله فمن تبِعني في عبادتك وعدم الإشراك بك فإنه مني ومن عصاني أوكل أمره إلى الله فقال ومن عصاني فإنك غفورٌ رحيم كما قال عيسى عليه السلام إن تعذِّبهم فإنهم عبادُك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وفي هاتين الآيتين الردُّ إلى مشيئة الله فقط ولا يدلُّ ذلك على جواز وقوع الشرك وأن يستدلَّ بذلك مُستدل فيُشرك بالله ويقول ومن عصاني ومن أشرك فإنك غفورٌ رحيم فإن الله قد ذكر في محكم كتابه إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم قال الله سبحانه وتعالى رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتي لماذا قال من ذُرِّيَّتي ولم يقل أَسْكَنْتُ ذُرِّيَّتي من هذه تدل على التبعيض لماذا قال الله تبارك وتعالى رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتي نعم لأن ذُرِّيَّته التي في مكة له ذُرِّيَّة في مكة وله ذُرِّيَّة في الشام ولذلك قال رَبِّ إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ مكة يا أخواني يقول ليس فيها شجرة مثمرة ليس فيها شجرة مثمرة لكن الله عز وجل قال تُجبى إليها ثمرات كل شيء ولذلك الطائف الطائف كلها فواكه ولا لا يا أخواني وهي قريبة جداً من مكة قريبة جداً من مكة وهناك أقوال في تسمية الطائف منها من قال إن الملك طاف بها سبع مرات لبركة ثمارها أو لكي يُجبى ثمراتها إلى مكة على كل حال قال الله عز وجل بوادٍ غير زرع لا يعرف في مكة شجرة مثمرة عند بيتك المحرَّم عند بيتك أضاف البيت إلى الله لأنه لا يملكه غيره لا كفار قريش حتى كفار قريش يقولون بيت الله أبو طالب لما في غزوة الفيل عبد المطالب ماذا فعل لما أتى إبرها لغزو مكة ذهب وقابل إبرها فاستعد له إبرها لأنه كبير القوم فلما أتى سأله إبلها التي أخذها إبرها فكأن إبرها صغر من شأنه قال يعني أنت كبير القوم أتيت ظننتك تريد أن تدافع عن البيت ثم تأتيني تطلب إبلك قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه وفعلاً حماه الله تبارك وتعالى ولذلك يقولون أضاف البيت هنا إلى بيتك حتى كفار قريش المشركين لم يقلوا هذا بيتنا ولم يقولوا هذا بل هم متفقون على أنه بيت الله تبارك وتعالى وضعوا عنده الأصنام وكان النبي صلّم يطوف في مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستين صنام ولم يقولوا إن هذا البيت بيت الأصنام بل كانوا يقولون هذا بيت الله ولذلك قال عند بيتك المحرم وصف البيت بأنه محرم أي يحرم فيه ما يستباح في غيره من جماعٍ واستحلال وقيل محرمٌ على الجبابرة وأن تُنتهك حرمته ويُستخف بحقه رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ دُعَاء بإقامة الصَّلَاةَ وَخَيْرُ مَا يَأْمُرُ الْوَارِدُ وَلَدَهُ بِهِ إِقَامَةُ الْصَلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً وَرَغْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلُ فَقَال فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِ إِلَيْهِمْ قَالَ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ مِنْ هَذِي إِيش؟ تَبْعِضِيَّةِ يقول ابن عباس رضي الله عنه لو قال فاجعل أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى كلهم ولكن من رحمة الله أنه قال أفئدةً من الناس فلا يطرب له إلا من إلا أهل الإسلام ونحن بحمد الله عز وجل في هذه البلاد لكثرة ذهابنا إلى مكة لا نجد تلك القشعريرة وذلك الأثر الذي يجده ذلك الشرق آسيوي الذي بلغ السبعين والثمانين وهو يجمل الدرهم على الدرهم ليصل به إلى بيت الله انظروا كيف مشاعره عندما يصل إلى مكة تجد أن وضعه يختلف تماماً وأن مشاعره جياشة كل هذا مصداقاً لدعوة إبراهيم عليه السلام فاجعل أفئدةً من الناس يعني قلوب قلوب لو تذهب بأخواني إلى شرق الأرض أو غربها وتقابل أحد ماذا تتمنى؟ أن تزور من المسلمين قال مكة والمدينة مكة أفئدةً من الناس تهوي إليها ثم دعا لهم إبراهيم عليه السلام بقوله وارزقهم من الثمرات أي ليكون ذلك عوناً لهم على طاعتك عندما قال بوادٍ غير ذي زرع سأل الله عز وجل أن يرزقهم الثمرات فكما أنه وادٍ غير ذي زرع اجعل لهم ثمارًا يأكلونها وقد استجاب الله تبارك وتعالى دعاء إبراهيم فقال في موضعٍ آخر أولم نمكن لهم حرمًا آمِنًا يُجبى إليه ماذا؟ تمرات كل شيء رزقًا من لدنا كما قال وارزقهم أي من لدن الله تبارك وتعالى رزقًا من لدنا وارزقهم من الثمرات لعلَّهم يشكرون وهذا من لُطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده الرزق أهل مكة هذه الثمرات تُجبى إلى مكة فلا تجد فيها بحمد الله عز وجل جائعًا وأفئِدَةُ الناس تهوِي إليها كلُّ ذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام فإنه دعا لها بالبركة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة دعا لها بالبركة كما دعا لإبراهيم كما دعا إبراهيم لمكة بالبركة بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وصلَّى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك